الظاهر أن الفصل الثالث من الموسم الدراسي الحالي لن يمر بردا وسلاما على وزيرتي التربية خاصة في ظل هذه الاحتجاجات وخروج أيضا نظار التنويات وركوبهم الموجة نسيمة الوافي وإسماعي المحبوب في هذا التقرير لا تكاد وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت تنتهي من معالجة ملف حتى يلوح لها ملف آخر في الأفق والموعد هذه المرة مع نظار الثانويات الذين أبوا إلا أن يكونوا طرفا في هذا الغليان الذي يشهده القطاع في القانون طواصل كان زيرو ويت ودوز دوصون كاروت أنا ناظر ولكن المهامتعي رهي ما زالها تمشي مع المهامتع نائب موديل لدراسات يعني مكاشخ ومكاشخ كما يقولون نصوص قانونية للدول أن الناظر عندهم مهام دياله هدوهما المهامتعه البداغوجية والإدارية والمالية في تواصل كان زيرو ويت كان عندنا الأحقية باش نطلعه إلى مدير إلى مفتش تربية بعد عشر سنوات ومبعد نحوه هنا نرفض التكليف كمدير مؤسسة كوننا رانا مصنفين في الجانب التربوي مرانا مصنفين في الجانب الإداري إذن نترفعه ونمتنعه على القيام بالجوانب الإداري ترقية الناظر إلى رتبة مفتش وإعطاؤه لقب مدير الدراسات حسب ما ينص عليه القانون الأساسي أهم المطالب التي لن يتنازل عنها النظار خاصة أنها تعد حسبهم حق شرعي الناظر هو الذي ترقية إلى رتبة مدير ثانوية كيف تعطى الرخصة إلى الأستاذ الرئيسي ولا تعطى إلى الناظر ثانوية ترقية إلى رتبة مدير ثانوية عن طريق التأهيل بعد خمس سنوات أقدامية وعن طريق الامتحان المهني بعد ثلاث سنوات أقدامية جبهات عديدة فتحت على وزيرة التربية الوطنية دفعة واحدة فأي ورقة رابحة ستلعبها بنغبريطة لإخماد نيران الاحتجاجات في القطاع